موسيقى وصل ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى خواتيمه اليوم مع انتهاء مراسم تسليم ووثائق الاتفاق للوسيط الأمريكي عموس هوكستين في مقر الأمم المتحدة في النقورة وذلك جنوبية لبنان وفد مراسل الجزيرة أن الوفد اللبناني غدر المقر الأممي بعد تسليمه نص الاتفاق موقعا عليه من قبل الرئيس اللبناني مشالعون من جهتي أكد لأور حياط رئيس شعبة الأعلام القومي الإسرائيلي أن التوقيع على الاتفاق مع لبنان تم في خيمة واحدة وبدون أي مصافحة بين طرفين وفد مراسل الجزيرة في لبنان أن المنسقة الخاصة لأمم المتحدة في لبنان تسلمت الأحداثيات البحرية الموقعة بين لبنان وإسرائيل في النقورة في سياق إقالة الرئاسة اللبنانية أن الرئيس مشالعون وقع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأمريكية بشأن نتائج المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية وقال الرئيس اللبناني إن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعد عملا تقنيا ليست له أي أبعاد سياسية وأضاف أنه لا مفاعل لترسيم الحدود البحرية تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقتها مع الدول وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية يائر لبيد وصف الاتفاق مع لبنان بأنه إنجاز لإسرائيل وقال إن اعتراف دولة عدو بإسرائيل لا يحدث كل يوم عبر اتفاق مكتوب حسب تعبيره وأضاف لبيد أن الاتفاق يحظى بدعم أمريكي وأوروبي ودولي ويشمل ضمانات دولية وشار إلى إن إسرائيل حققت إنجازا اقتصاديا بعد بدء ضخ الغازي من حقل كريش وأنها ستحصل على 17% من غازي حقل قانا في المقابل يعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ما حصل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية انتصارا كبيرا للبنان وشعبه وللمقاومة ملف المفاوضات على ترسيم الحدود مفتوح هذا أعطى للمفاوضات دفعا كبيرا على مستوى موقف الدولة على مستوى موقف الشعب على مستوى موقف المقاومة كانت تجربة مهمة وغنية جدا وتستحق التوقف عندها كتجربة وعند نتائجها وعند دلالاتها ينم إلينا عبر انتشنت من بيروت اللواء عبد الرحمن الشحيط لرئيس الوفد اللبناني السابق لترسيم الحدود مع إسرائيل سعدة اللواء مرحبا بك إذن هل هو انتصار كبير للبنان وشعبه والمقاومة أم أنه اتفاق مع دولة عدو؟ يعني هو ليس انتصارا عظيما وليس اتفاق سياسي هي الحقيقة ترتيبات اقتصادية سمحت للبنان بعد انتصار عشر سنوات أن يستفيد من سروته الاقتصادية وهذا مطلب متواضع كان للبنان منذ العام 2010 لم يطلب لبنان أكثر من الخط 23 وقد حصل لبنان الحقيقة على مطالبه ودون أن يدفع أسمان سياسية لأن الإسرائيل بالأساس هي تريد سمن سياسي لتسمح للبنان بالاستفادة من نفطه هي وضعت الخط رقم واحد حتى تأخذ لبنان إلى اتفاق سياسي نتيجة هذا الاتفاق السياسي يكون هناك اتفاقية أو معاهدة حدودية بحرية يستطيع لبنان نتيجة الاستفادة إنما ربما ساعد لبنان كثيرا الوضع العالمي والوضع الإقليمي والحقيقة أن ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل أجبرتها أن ترضى بأن تسمح لبنان ضمن ترتيبات أن يستفيد من سلوية الاقتصادية دون أن تصر على اتفاق سياسي كما كانت تريد إنما حصلت إسرائيل أيضا على أشياء كثيرة من هذه الترتيبات أولا حصلت على الأمان بعملية منشآتها النفطية كما حصلت على التأكيد أن النقاط التي وردت في الاتفاقية هي نقاط نهائية وهذا كان مطلب إسرائيلي وليست مجرد ترتيبات مؤقتة لبنان لن يستطيع التراجع مستقبلا عن هذه النقاط النهائية ولا تغييرها وأن لم تكن طرقة لمستوى الاتفاقية كونها لم تشمل كامل الحدود البحرية وأنما بقي هناك مسافة خمس أميال عند بداية الخط عند انطلاقه من البر هذه خمس أميال بقيت عالقة على ما هو الوضع عليه حاليا من خط التطفافات لتبحث مستقبلا على ضوء التطورات أعتقد على ضوء التطورات الحدود البرية تبحث هذه الخمس أميال ولكن ألم تكن لبنان هي التي لا تريد ذلك الجزء من الحدود البرية مع إسرائيل لا تريد الاتفاق عليه حتى لا يبدو وكأنها تدخل في نوع من أنواع التطبيع في العلاقات مع إسرائيل لبنان لا يريد أن يعطي هذه الإسرائيل إسرائيل تريد خط التطفافات أن يكون هو خط المكمل لخط 23 بتجاه البر وهذا ما هو مغير للحقيقة لأن الحقيقة أن الإكوديستانت لاين يعني الإستريك إكوديستانت أو الميديان لاين في هذه المنطقة هو يتجه باتجاه الجنوب الغربي وليس باتجاه خط التطفافات وهذا ما لا تريده إسرائيل لأنه هناك خشة أمنية لدى إسرائيل بأن يصبح هذا الخط مواجه للشاطئ الفلسطين الشمالي وبالنسبة لها يسبب تهديدها أمنيا لذلك لبنان لم يعطي لإسرائيل هذه الورقة ولم يتراجع أن الخط التطفافات هو في مكان غير المكان الحقيقي له ويجب أن يزال هذا الخط من مكانه وبإسرائيل فيما يتعلق بالتقسيم البحري سعدة اليواء تصريحات يائر لبيد المتعلقة بأن إسرائيل ستحصل على 17% من حق لقانا أو من نسبة الغاز بحق لقانا هذه التصريحات نفتها لبنان رسميا نفتها بشكل كامل ونفاها كذلك الوسيط الأمريكي ما هي التفاصيل التي يمكن أن نعرفها عن هذا التصريح الذي خرج عن الجانب إسرائيلي؟ لبنان لا يريد أن يزج نفسه فيما تتفق في أي اتفاق ما بين شركة توتل وبين إسرائيل ربما هناك اتفاق بين شركة توتل التي ستقوم بالاستكشاف التنقيب في حق القانا وبين إسرائيل على أن تعطي هذه الشركة من أرباحها لإسرائيل حصة لبنان لا يعلم بهذا الموضوع ولا يريد أن يتدخل به ويعتبر أن الشركة إذا أعطت فهي تعطي من حصتها ولا يعطي هو من حصته ولا يريد أن يكون شريكا في هذا الاتفاق هذا شيء مبدئي لأن دخول لبنان بهذا الاتفاق كشريك أو معرفته أو اطلاعه وأخذ علم بما تكون به توتل مع إسرائيل هذا يعني أنه ترتيب اقتصادي وهو بداية تطبيع اقتصادي وهذا ما أراد لبنان أن يلعى بنفسه عنه وهل ذلك وقع بالفعل سيد عبد الرحمن هل هناك اتفاق بالفعل ما بين إسرائيل وشركة توتل للحصول على ما نسبته 17% من غاز حق القانا التابع للبنان هذا ما أعلن عنه من قبل يعني هذا ما تم تدوله بالأحرى من قبل الصحافة ولكن هذا شيء غير مكتوب في الاتفاق الذي تم توطيعه اليوم وليس هناك أي نسبة بالاتفاق كل ما هناك أن الشركة التي تنقب هناك هي تقوم بعملية الترتبات اللازمة مع إسرائيل دون أن يكون لبنان طرفا في هذه الترتبات وإنما الاتفاقية واضحة بأن لبنان يستفيد كليا من الاستفادة الاقتصادية من حق القانا الذي هو قصب منه جنوب الخط 23 يعني استفادة اقتصادية من موجودات هذا الحق هي حصرا للبنان وإنما طبعا الشركة التي تقوم بالاستخراج لها أرباحها ويتستطيع بأرباحها تفعل كل ما تريد هذا شأنها ولكن من وجهة المدركة وأعتقد أنه ربما كان هناك حصة لإسرائيل لأنه بالأساس هذه الشركة عندما التزمت هذا الحقل توتل هي أخذته بقيمة أقل من قيمة الحقل الرقم أربعة كونه هناك إشكاليات في عملية العمل كونه لم يكن هناك اتفاق لذلك في مارجن عند الشركة تستطيع أن تتحرك ضمنه وهذا ما سهل الأمر على توتل على ما أعتقد نعم ولكن سيد عبد الرحمن أو اليوعد رحمن من وجهة نظرك لماذا صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية إيرلابيد هذا التطرح بهذه الطريقة الضبابية والتي بدأ فيها وكأنهم حصلوا على مكتسبات من الجانب اللبناني أو تنازل من الجانب اللبناني وهو ما تنفيه أنت وتنفيه الحكومة اللبنانية وينفيه حتى الوسيط الأمريكي أنت تتكلمين عن تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية نعم أسألك لماذا قال هذا تصريح بهذه الطريقة أنتم كيف تقرؤونه هل يريدوا تسويق الأمر وكأنهم حصلوا على تنازل من جانب لبنان هل يريد تسويق الأمر وكأنهم تجاوزوا ما تم الإعلان عنه من اتفاق للحدود البحرية بينكم وبينهم بالعكس لبنان لم يتنازل عن شيء لبنان حصل ما هو قد أعلنه لبنان أعلن الخط 23 في اللماء المتحدة ولمتحد أعلن الخط 23 هو الخط اللبناني ولبنان حصل الخط اللبناني لم يتنازل عن شيء لبنان وإنما طبعا يعني رئيس وزراء إسرائيل يريد أن يوجد خطابه إلى الشارع والمعارضة ضمن إسرائيل بأنه هو قد ربح بالأساس طلق الطلب الإسرائيلي أنا أؤكد لك أن الطلب الإسرائيلي كان يريد تريد إسرائيل من زنة 2010 حتى من عام 2009 هي تريد محادثات سياسية مباشرة ما بين لبنان وإسرائيل أي اعتراف سياسي مباشر ما بين لبنان وإسرائيل دون وسيط بهذه المحادثات وأن دد المحادثات بمعاهدة حدودية وهذا ما لم تحصل عليه إسرائيل وإنما لبنان قد حصل على ما طلبه وبتأكيدات الجانب الأمريكي وبتأكيدات المسؤولين اللبنانيين أن المطالب اللبنانية التي طلبها وهي الخط 23 بالإضافة إلى موجودات حق القانا قد حصل عليها لبنان وهذا ما أراده والاتفاقية السياسية أو الاعتراف السياسي الذي تتكلم عنه إسرائيل ليس موجودا في الاتفاقية نعم طيب ما هي الضمانات سواء الأمريكية أو الأوروبية وخاصة الأمريكية بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية التي توسطت لإنجاز ذلك الاتفاق ما هي الضمانات التي قدمت لكم لإنجاز هذا الاتفاق العقد شريعة المتعاقدين يعني الضمانة هي أنه في حال أراد أحد الطرفين أن ينقض الاتفاق فسوف يكون خسارة على الطرفين هذا الاتفاق هو رابح رابح لبنان ربحة بأنه بدأ يبدأ الاستفادة من سروات الاتصادية وبتسهلات أمريكية وبمعنى آخر تبنت الولايات المتحدة الأمريكية لبنان أن تدخله في نادي الدول النفطية وإسرائيل استفادت أيضا بأن الكلفة العالية التي كانت ستدفع إسرائيل نتيجة عدم الأمان في عملية استخراج الكلفة العالية إن كانت شركة تأمين أو الكلفة العالية لجهة الفاتورة الكبيرة التي ستدفعها بالأمن بكمية المعدات والعناصر التي ستعمل بالأمن لحفظ أمن المنصات وهي فاتورة كبيرة جدا فإسرائيل استفادت أكيد من هذا الموضوع هي أخذت الأمان وبدأ الاستخراج وبدأ بهذه الظروف العالمية الضقيقة التي العالم بحاجة للغاز إليها لو لم يكن هناك ضغط أمريكي وضغط أوروبي على إسرائيل أنا أؤكد لك أن إسرائيل لم تكن لترضى أن تعطي لبنان ما منعته منه منذ العام 2010 حتى اليوم وإنما الضمانة الأمريكية أعتقد والضمانة الدول الأوروبية الذين يريدون لهذا الاتفاق أن ينجح وقد نجحوا في التوصل إلى هذا الاتفاق هذه الضمانة إضافة للضمانة أن الذي يخرج سوف يخرج خاسرا أنه لن يخسر الطرف الآخر الطرفين سوف يخسروا إذا لم ينجح التفاق الطرفين هم خسروا شحيت لرئيس الوفد اللبناني السابق لترسيم الحدود مع إسرائيل كنت معنا عبر الإنترنت من بيروت لك جزيل شكرا مشاهدين المساء المستمر وبعد قليل باقي فقرة نوافيها الجيش الإسرائيلي وواصلوا حصار مدينة نابلس لليوم السابع عشر وإغلاق للحواجز الرئيسة والفرعية لمدينة اشتركوا في القناة